عدد من مصدري الماشية هنا في السودان كانوا خلال الفترة الماضية لا يلتزمون بتوريد حصيلة صادراتهم المقدرة بنحو مليار دولار سنويا للبنك المركزي لكنهم الآن وبعد اتخاذ الحكومة لسياسة تعويم سعر صرف العملة قرروا عبر مبادرة خاصة أن لا يبيع عمولاتهم الأجنبية إلا في السوق الرسمي خطوة يرونها مهمة لاستقرار الاقتصاد سياسة كوية طبعا لكن دائرة فهم من كل الناس يعني إذا كان الناس كلها يكفت مثلا المصدرين والموردين والتيار والمسؤولين دعموا السياسة هذه إن شاء الله هي السياسة الصحيحة يعني قطاعات شعبية ورسمية أخرى قالت إنها تضررت من وجود سوقين للعملة أحدهما رسمي والآخر موازي وتكبدت بسبب فارق أسعار العمولات بينهما خسائر اقتصادية في هذا المتجر الخاص ببيع الهواتف النقالة مثلا قام صاحبه بتخفيض أسعار الهواتف النقالة لعملائه بواقع عشر بالمئة شريطة أن يبرز العميل إيصالا موثقا يفيد بتحويل عمولاته الأجنبية عبر البنوك أو شركات الصلافة المعتمدة من قبل الحكومة جئت محلات الحداد السطور لقيت عملين مبادرة بالنسبة للناس اللي بتحول المبالغ المالية عن طريق البنك فعملين تخفيض عشرة في المئة بالنسبة للتلفونات فاشتريت مننا مليئة عشر هذا عمولي تخفيض عشرة في المئة قيمتو كانت تسعة واربعين عمولي تخفيض أربعة الف وتسعمية تلع معي بأربعة واربعين الف ومية الحكومة من جانبها رحبت بالجهود المفذولة لتوية الناس بسياساتها الاقتصادية بشأن توحيد سعر صرف الجنيه وقالت إن نتائج هذه الجهود وغيرها أثمرت في زيادة حجم العمولات الأجنبية المودع في البنوك بشكل يومي غير أن محللين يرون ضرورة أن تتخذ الحكومة خطوات تشجيعية مقنعة لجذب مدخرات المغتربين كان المطلوب أن الحكومة استثمر هذا التوجه بإصدار قرارات بدورها تسهل للمواطن تحويل أو تقيير المبالغ المالية أو الأجنبية للجنيه السوداني أو حتى تعلن أن حوافز خاصة بالنسبة للوداية لأننا ما يهم في هذا الموضوع هو الوداية وفي الوقت الذي تزاحمته مبادرات تحفيز السودانيين على إنجاح سياسة تعويم الجنيه يقول مراقبون إن الحاجة تبدو أكثر إلى مبادرات تدعم الشرائح محدودة الدخل المتضررة من ارتفاع الأسعر مع إقرار السودانيين بحدوث آثار سلبية جراء سياسة تعويم سعر صرف الجنيه إلا أن من يقفون وراء المبادرات المتعددة لدعم هذه السياسة يرونها طوق نجاة قد تسهم في حل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد عبدالباق العوض الحرة الخرطور